الأطعمة الأغلى في العالم الزعفران يباع الزعفران بالوزن وهو أغلى قيمة من الذهب نفسه لكن ما الذي يجعل هذا النبات الصغير باهذ التكلفة؟ السبب بسيط وهو أن زهرة الزعفران تنمو لأسبوع أو أسبوعين في السنة خلال فصل الخريف ومساحة عادل ملعبين كرة قدم مزروعة بنبات الزعفران تنتج كيلو جراماً واحداً الكافيار يعد الكافيار بيوت السمك المملح الخاص بسمك الحفش من أغلى الأطعمة وذلك كون هذا السمك يحتاج حوالي عقدين للوصول لدرجة البلوغ والبدء بالإنتاج وتقول موسوعة جنس للأرقام القياسية أن أغلى نوع سجال رقماً من الكافيار كان لسمك حفش البينو وعمرها نحو مئة عام وبيع هذا الكافيار الأبيض المستخرج منها بنحو أربعة وثلاثين ألف وخمسمائة دولار للكيلو المحار كان المحار في أوائل القرن التاسع عشر رخيصاً مثل رقائق البطاطا لكن التلوث والصيد الجائر أدى لندرته وارتفاع سعره بشكل كبير الكمأ الأبيض يعد الكمأ الأبيض بمكانته العالية واحداً من أندر الفطريات بل أصعب الأنواع من حيث العثور عليها في العالم ولا يمكن استزراعه وبيعت أغلى قطعة منه في عام 2007 بمبلغ ثلاثمائة وثلاثين ألف دولار وكان وزنها كيلو ونصف لحوم واغيو البقرية تنتج من أبقار تربى وتدلل في اليابان ويطعم المربون صغار الأبقار أعلافاً خاصة تتضمن وجود دهون في اللحم ويصل سعر الكيلو من لحم كوبي إلى ستمائة وأربعين دولاراً في اليابان فواغرة عبارة عن كبد البط أو الوز وخضعت لعملية تسمين أكبر عشر مرات من الحجم المعتاد وللحصول على كبد دهني يجبر الإوز والبط على تناول الذراء عن طريق أنابي بالأعلاف وتعود هذه الطريقة إلى عام 2500 قبل الميلاد وتطبق الكثير من الدول حالياً قانوناً لمنع هذه الممارسة لكن المنتج ما زال يحظى بشعبية في مناطق في العالم ترجمة نانسي قنقر